السلام عليكم شباب وياكم مرتضة جليحاوي شركة شاومي تعقد مؤتمر يوم 24 بشهر 9 هذا المؤتمر تعلن به عن ثلاثة أجهزة هو المي 9 برو نسخة 5G ومي مي ميكس 4 كذلك مي ميكس ألفا طبعا هذا الجهاز يعتبر من أرقة وأفضل أجهزة بسنة 2019 إذا أعلن عنه حسب ما تسرب منه على المواصفات حسب ما ظهرت إلى صور تشويقية حيث يشغل هذا الجهاز أو يمتلك شاشة تشغل مساحة أو نسبة من الواجهة الأمامية 100% بحيث أن الجهاز عبارة عن شاشة من البداية إلى النهاية وكذلك حتى من الجوانب يحتوي على شاشة بحيث ينحني الشاشة من الجوانب حتى تصل الإطار أو الجدار الخلفي للجهاز هذا الجهاز كما ظهر في إعلان تشويقي يأتي بتصميم يجمع ما بين التيتانيوم والألمنيوم ليدعم تصميم أقوى مع كاميرات بعدسة أساسية هي 108 ميجابيكسل ممكن أن تكون ثلاثة عدسات أو أربعة عدسات حسب ما أعلنت شركة شاومي حتى نشرت صور بدقة الـ 1232 ضرب 9024 بيكسل يعني ممكن أن تكون صورة جدا قوية بالنسبة لهذه الكاميرا طبعا هذه الصورة راح تكون بحجم 40 ميجابايت وبتكبير 8 مرات طبعا هذا الجهاز يحمل معالج سناب بضرق 855 بلاس مع ذاكرة عشوائي 12 جيجا مع ذاكرة تخزين أمامي 266 أو 512 الكاميرا الأمامية ممكن أن تكون 32 ميجابيكسل أو أكثر حسب ما تقول التسريبات ذلك سوف يأتي ببطالية من 4000 إلى 4500 ميلي أمبير لأن لحد الآن ما أكدونا بشكل مضبوط بأنه حجم الشاشة قد راح يكون ممكن أن يكون حجم الشاشة 7 أو ممكن أن يكون أقل من 7 ممكن أن يكون 6.9 أو 6.8 لأن هذه الشاشة تشغل مساحة كبيرة جدا من واجهة الأمامية مع أنه البطارية شحن شحن سريع وشحن لاسلكي بقدرة 30 واط طبعا يكون هذا الجهاز مع نظام الأندرويد ممكن أن يكون أندرويد 10 مع واجهة شاومي MIUI ننتظر هذا الجهاز والإعلان الرسمي أنه غدا عننا ممكن أن يوصلنا بأسرع وقت بعد ما يعلن وتوفر بالأسواق بشكل رسمي نهاية الفيديو أتمنى أن أعجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة شكرا لكم مرتفعي حاوي وفي أمان الله